اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين اعتقد ان انت خلاص اتجهت لمجال التدريب من خلال النادي الاهلي اتجهت لمجال التدريب بعد كده اعتقد ان انت لسه كنت في تجربة كانت واضح ان هي تجربة جيدة جداً مع فريق الشهداء دلوقتي وصلت لغاية فين ونعرف ان انت مشيت لزروف معينة ولكن في النهاية اعتقد ان هي تجربة جيدة جداً بصراً كابتن يمكن انا بدأت التدريب من بعد ما بطلت على طول بقى لي خمس سنين دلوقتي اربع سنين في النادي الاهلي وكلهم الحمد لله احرصت بطولات مع فرق الناشئين مع فرق الناشئين اه لغاية الموسم اللي فات كنت مسك 2001 19 سنة في النادي الاهلي واحرصت بطولة الجمهورية الحمد لله والسنة دي بقى جالي عرض من النادي الشهداء فخدت الخطوة قلت لازم امسك بقى فريق اول كمدير فني كمدير فني وبدأت معهم الموسم بشكل كويس وقدت معهم المباريات كويسة الحمد لله بس فيه سوء توفيق حصل كده في الاخر بعد مبارات دميات وما حصلش نصيبه قدمت استقلتي يعني رغم اللي الناس كانوا متماسكين بيا بس انت عارف بقى كرة لما بتقف خلاص بقى اه لما بتقف بيبقى الواحد خلاص بيميل هل اللي هي تجربة مختلفة طبعا تجربة مختلفة ولكن انت كتبقى رجل اول في ظل التوقيت ده وان انت بقى لك اربع خمس سنين فقط متواجد كمدير فني وكان لقطاع نشئين لفترة اربع سنين هل ده الوضع مختلف بالنسبة لان انت تبقى الرجل الاول في فريق اول درجة ثالثة اول لكن في النهاية فريق اول بس زي ما حضرك بتقول لك كابتن اسلام الفريق الاول كمان غير النشئين انت لما تمسك في النشئين انت فيه في قويك فيه مدير قطاع وفيه ناس بتشرف عليك وفيه ناس بتوجهك غير لما تمسك انت الرجل الاول في فريق كبير وفريق اول انت بيبقى لك انت الكلمة الاولى والاخيرة زي ما بيقول انت اللي متحكم في كل حاجة انت كراراتك هي اللي بتمشي انت اللي بتحط كل حاجة انت اللي بتحط الخطة البلان كلها بتاعت الموسم انت اللي بتعملها فانت حتى بتحس بامتك كمدير فني لفريق اول فشغل النشئين حاجة وشغل في الدرجة الأولى حاجة فكان لازم أخذ الخطوة وعلى فكرة أنا بعد ما مشيت في الفترة اللي فاتت دي جالي عرضين الحمد لله بس يعني مستني حاجة أحسن وإن شاء الله قريب كده إن شاء الله يكون في حاجة بإذن الله إن شاء الله إيه أهم حاجة استفدتها إنت كل يوم بتتعلم وكل يوم بتاخد خبرات وكل يوم بتقابل لعيبة سواء في النادي الأهلي تعملت مع لعيبة كتيرة سواء لما رحت نادي الشهدة تعملت مع لعيبة كتيرة فأنت بيصادف يعني الموضوع المختلف خالص وإنت بتلعب غير وإنت مدرب إنت وإنت بتلعب وتتخلص تمرين وبتمشي مش هي الهم حاجة لكن وإنت مدرب إنت مسؤولية كبيرة إنت شايل مسؤولية 25-30 لعيب مشاكلهم في كل حاجة من مصابين لتمرينات لمباريات ودية عايز تعمل داخل على المباريات الرسمية على فترة إعداد يعني إنت شايل هم كل حاجة مسؤولية كبيرة لكن ده قدرنا ودين مهنتنا مش هنقدر نبعد عنها وأنا بحب كورة ومقدرش أبعد عن الملعب فلما الواحد بطل مش هينفع تعمل أي حاجة تاني غير برضو عن طريق كورة فاتجهت للتدريب طيب بما إنك أصبحت مدير فني شفت اللي كان بيعملوا مانويل جوزيء أيام زمان إزاي كنت منفزه نفس الاستراتيجية طبعا فيه اختلاف أنا بص كابتاني يعني الواحد بقاله يعني لها الحمد لله كتير حوالي 17-18 سنة وكلهم مع مداربين أكتريتهم أجانب فالواحد كل يوم كان بيتعلم حاجة فأكيد كل الخبرات السنين دي كلها أكيد أنت طلعت بيها لو كل واحد خدت منه حاجة حاجتين أكيد برضو هتفيدك في شغلك بعد كده فكت بحاول على قدر المستوى اللي أنا أحاول الخبرات دي بنقلها للولاد غير طبعا التعامل نفسي أنا من ضمن المدرسة اللي أنا مش كل حاجة الملعب بس لأ أنا بحب أتعامل مع اللعيبة لو اللعيب حبك الموضوع بيختلف تماما أنا كابتاني إسلام فأنا بحب كمان أتعامل مع الولاد حتى كل المراحل السنية اللي أنا مسكتها في الأهل أو سواء في نادي الشهد لحد دلوقتي العلاقة كويسة وبيكلموني فأنا من نوع اللي بحب أتعامل مع اللعيب طبعا فيه لمت وفيه نظام لكن أنت بطريقتك وبسطوبك أنت بتحبي باللعيب اللي قدامك فيه فاللعيب حتى بيبقى نازل الملعب بيبقى عايز يعمل كل حاجة عشان بيحب المدرب بتاعهم وبقى لعب معهم تقسيمات وبنزل لعب معهم أربعة وثين في النص وبهرج معهم وبهزر معهم في أوقات فيه أوقات مثلا أنت عارب بتشد بس أنت بتشد لمصلحة اللعيبة أوقات مثلا بتفرط خصومات أو بفيه عقوبات بس أوقات لو خلاص يا جماعة لو الدنيا تمام وكسبنا فالحاجات دي برضو بتفرق مع الولاد فأنا بحاول أخش لهم من الحتة دي فالتعامل النفس ده بيبقى اللعيب الكرة حاجة مهمة جدا إيه لعيك في البيتزو الموسماني؟ لا مدرب محترم طبعا وشغله باين في الملعب وأنا مش مع الناس اللي بتقعد دايما تهاجمه وأنا دايما من نوع اللي بقول المدرب بطولات والمدرب نتايج مش اللي هو أنا قعد أخبط وخلاص أو أنتقد وخلاص لا لكن أنا شايف اللي هو ماشي بشكل كويس بالورقة والألم من ساعة ما جاء لو حسبنا من ساعة ما جاء لا الراجل اتنين أفريكيا ودوري وصوبر يعني الراجل ماشي كويس لكن إمتى تكلم عليه وإمتى أنتقده ولو ما بيأخدش بطولات لكن أنا شايف اللي الراجل ماشي كويس كل البطولات حتى الحاسمة لو ركزنا على البطولات الحاسمة أو البطولات الفاصلة المهمة لا الراجل بيأخدها فدي حاجة كويسة بغض النظر بقى أوقات مثلا ناس تختلف معاه أو تتطفق معاه في تصرحاته شوية مش عارف في إيه شوية لكن أنا بتكلم كناحية فنية لا لا خلافة علي لكن إحنا بنسمع خلال هذه الفترة أو خلال الفترة السابقة الحقيقة كلام كتير جدا فيما يخص المسلمين أنا واحد من الناس أنا بشوف أنه ما بيأخدش حقه إيه رأيك في هذا الكلام أكيد طبعا مش حقه يعني فنيا في بعض المنصات الإعلامية تحس دايما كابتن اللي الناس بتقفله على الوحدة يعني لما دايما بيأخد بطولات لما مثلا بيكسب الزمالك في أفريقيا لما مثلا بيكسب الهلال أربعة لما في كاس العالم لما بيأخد دوري لما بيكسب الوداد الناس ما بتدروش حقه قوي إمتى الناس بقى بتتكلم لما مثلا يخفق في مباراة مثلا أو حاجة فبتلاقي الناس دايما تحس ليه أعدالوا على الوحدة لكن أنا عجبني اللي هو مش بيركز مع حد حتى لما بيطلع بيتكلم يعني أنا شايف أو يعني اللي هو ما بيبصش ما بيديش اهتمام أول للناس النقاط هايمة كابتن وهي أحسن حاجة فيه المدرب الناجح دايما اللي هو ما بيبصش وراه اللي هو دايما يبص قدامه حتى لو فيه ناس بتنتقدك ماشي ما فيش مشكلة بسمع بس أنا ليه هدف ليه شغلي ليه 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 يعني ليه حاجة مويانة عايزة وصلها هدف اه فده اللي أنا عجبني فيه ودايما يا كابتن اسلام لو لو مسكنا كل المبارات اللي هو لعيبها الحاسمة زي ما بيقول لحضرتك لا الراجل بيتفوق فيها يعني مثلا مباراة مثلا ببطولة أو مباراة بمداليا مثلا زي البطولة الأخيرة مع الهلال السعودي فريق محترم وفريق كبير وكلنا شفنا مباراته للعيبة أمام تشلسي عمل ازاي تعرف كمان الهلال السعودي بعد ما رجح في أول مباراته في الدوري أعتقد كان مع النصر أو مع الشباب مش فاكر مع الشباب وقسب 4-0 وهو اللي كسب العلال السعودي كسب كسب بقى خلاص خد درس من النادي رامون دياز اللي كان مسك بيرامدز راح مسكه بعد ما ماشه المدير الفني بعد هزيمة النادي الأهلي هو خد درس من النادي الأهلي فأنا شايف اللي مسيماني يا كابتن اسلام لا يعني كل المبارات المهمة لا هو بيتفوق فيها بيديرها بشكل كويس وبعدين هو يعني مش عايزة أقول محظوظ لكن هو مسك النادي الأهلي وإيه المشكلة لما يقعه محظوظ ده على فكرة جزء من اللي دايما أي مدير فني ده هو ربنا بيحبه اللي هو مسك النادي الأهلي بصة كابتن مسيماني مع احترامي ليه مدرب كبير وكل حاجة بس النادي الأهلي هو اللي بيصنع أي حد وهو اللي بيلمع أي حد مسيماني قبل ما ييجي النادي الأهلي مدرب كبير وعنده خبرات وكل حاجة وخد بطولة أفريكيا مع سانداونز بس ما كانش عارف إيه بلغة ما كانش متلمع زي دلوقتي ما كانش هو ده مسيماني النجم زي دلوقتي لكن لما جي النادي الأهلي وحق البطولات دي أي حد بيمسك النادي الأهلي النادي الأهلي بيضيف له كتير جدا فالنادي الأهلي دايما هو يعني كلنا شوفنا مانو الجزء حد يختلف عن مانو الجزء أسطورة وللغاية النهاردة سيظل أسطورة وجمهور نادي الأهلي بيحبه جدا بس كلنا شوفنا مانو الجزيل لما راح مسك اتحاد جدة ما عملش نتائج لما راح مسك مانتخب أنجولا ما عملش نتائج لكن طول ما هو في النادي الأهلي النادي الأهلي يضيف له كتير فأي حد موجود في نادي الأهلي أكيد النادي الأهلي بيضيف له حاجات كتير طيب شوفت المباراة الأخيرة أمام الهلال السوداني ازاي في ظل كان حالة من الإجهاد الكبير واضحة على كل اللاعبين على رغم من أنت كنت مريح 6-7 تيار لا بس واضح في البطولة هو لسه جاي من كاس العالم فدي البطولة المحببة للنادي الأهلي والجماهير للنادي الأهلي فأول مباراة وارد جدا اللي انت بعد كل الضغطة دي اللاعبت المنتخب فيه إصابات فيه كذا حاجة بتصطفه لكن أنا مش ألعان على النادي الأهلي وارد جدا اللي انت تتعادي لما تاخد نقطة بره من فريق أنا شايف اللي دي كويسة عندك بعد كده كل المباراة اللي هنا هتكون اللعيبة بقى عملت الريكوفري بتاعها واتشفاء بتاعها أنا شايف اللي الندي الأهلي لا هيقدي بطولة قوية وإن شاء الله بطولة اللي جأي برضو يروحوا كاس أعلم الأندية دايماً لديها أمل كبير في اللعيبة وإنا رأي THE ALENS اللعيبة中共 لا اللعيبة يا كابتن إسلام حتى حضرتك لما كنت موجود وانا كنت موجود في المباراة الحسيمة والبطولات الحسيمة بيبقى الموضوع مختلف يعني المباراة اللي فاتت اللي تعادلوا فيها في السودان لو دي مثلا مباراة مثلا نهائي أو قبل نهائي لا الأهل مهما كان كان هيكسب المباراة فهي مصد ايه فالنادي الأهل أنا مش ألان عليه ولا اللعيبة اللعيبة عندهم مسؤولية كبيرة ولعيبة كلها دوليين ولعيبة محترمة وبيبانوا في المواقف الصعبة وده ميزة النادي الأهل اللي دايما في المواقف الصعبة بتلاقي اللعيبة بتلعب يعني برضو المباراة بالنسبة لك كنت شفتها ازاي من الناحل الفنية طبعا كنت أتمنى اللي احنا نكسب لكن واضح اللي فيه تعب واضح اللي فيه إجهاد شوية لبعض اللعيبة اللعيبة دي كلها أكتريتها كانت بتلعب يعني بشكل مستمر في كاس الأمم الأفريقية كابتن وفيه إصابات فطبيعي اللي احنا نتعادل الشناوي مش موجود أيمن أشرف مش موجود السلية بدأ بينا عليه اللي هو التعب والإجهاد محمد عبد المنعم ناس كتير فطبيعي اللي هم يتعدلوا احنا برضو مخسرناش على فكرة دي نقطة ونقطة كويسة مهمة ان شاء الله المباراة اللي جاي يضر يعوضوا فيها وعندنا مباراة كتيرة ده لسه بداية أول مباراة أول مباراة لسه أول مباراة طبعا النادي الأهلي لا النادي الأهلي هيركز عنده بس مباراة المقصة ان شاء الله بعد بكرة يركز فيها دلوقتي والنادي الأهلي دايما عنده ميزة اللي هو بيفصل لكابتن إسلام راجع من أفريقيا لا بافصل بواقف وبركز في الدوري بعدها على طول بثلاثة أربعة أيام هيلعب سانداونز فالنادي الأهلي عنده حتة الفصل دي بيعملها بشكل كبير طيب خلال نتلع نشوف تقرير عن رأي الجمهور في تعادل النادي الأهلي الأخير مع نادي الهلال السوداني وبعد كده فاصل وبعد الفاصل نرجع مع النجم معتزين الحمد لله أن الأداء كويس بس عايزنا أداء أحسن وطبعا اللعبها مجادع عشان نكسل أعلى معنى وكده والأداء كان تمام بس هم كان نقص أنهم يسجلوا على أهلي يعني المكان ومنحقهم يسجلوا على أهلي جون مثلا بصوا مش أحسن حاجة بس يعني تمام بس هو الفكرة أن هي اللعبة أصلا بعضها مجهدة لأن اللي لسه جاي من المنتخب ولسه جاي من كاس عالم فإحنا مستنين منهم أحسن إن شاء الله في المجموعة وبإذن الله نحقق مركز كويس في المجموعة والبصولة إن شاء الله الحداشر بتاعدنا وربنا يعينهم يا ربه وتبقى بطولة حالي وعلينا كلنا أول ماتش كان كويس يعني بس اللعبة كت مجهدة بسبب أدوهم في المنتخب وكاس العالم وبرضو يعني الأرضية ما كانتش مساعدة وإن شاء الله يعودوا يعني في القادم والقادم أفضل إن شاء الله يعني أداء الندلاتي كان جميل جدا برغم أنهما كنا رجعين من إيجاد وكده بكاس العالم وأرضية الملعب كانت وحشة فعشان كده ما كانش فيه توفيق وإن شاء الله ربنا يوفان في اللي جاي أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين إنه الفترة اللي جاية فيه كل يومين تلاتة مباراة تقريبا ويمكن انت عددت بنفس هذه الفترة كمدرب بقى وكمدير فني بترى هذه الفترة إزاي في ظل حالة الإجهاد اللي حتبقى موجودة كمان أكتر خلال الفترة اللي جاية إذا كان ده حصل في مطش الهلال وناس بتقول إجهاد طب ما بالك في المباريات القادمة إيه اللي حيصل ده هنا بقى كابتن إسلام بيبقى دور المدير الفني ودور الجهاز اللي معاه زاي بقى يعني الشرحلين المدير ده بقى ماشي ازاي لا هو أكيد بقى الراجل بيقلل حمل التمرين خالص وما فيش يعني حتى التمرينات البدنية بتقل خالص بيبقى فيه دايما بيبقى دور كبير بقى قوي على الناس الجهاز اللي هو المدلكين لا الجهاز الطبي بقى اللي هما دول بيعملوا دايما اللي استشفى والمساج اللي اللعيب خلاص انت هو فورمة المباريات موجودة فانت مش مطالب اللي انت تعلم بالحمل البدني بتاعه فيا دوب بيبقى كلها تمرينات بس ايه تفويق وبيطلع بقى بيعمل الركوفر بتاعه اللي هو اللي استشفى يعني فالمباريات هي دايما بتجيب نفس اللعيبة زي ما بيقول فانت لما بتلعب النهاردة وبتجي من صفر وبعدين تلعب يوم الثلاث مع المقصة مباراة كبيرة وبعدين بتراح بعدها بيوم ولا يومين وبعدين بتخش معسكر عشان تلعب سانداونز في افريقيا فكمل دا كل دا كابتن اسلام بيبقى حمل مش بدني بس لا دا حمل بدني وعصبي وزهني وكل حاجة فده بيبقى عبء كبير على الجهاز الفني واكيد مستر مسماني عارف الموضوع دا وجهاز المعاون كله عارف دا فاكيد بيبقى كلها تمرينات فرش كاب اللي هي تفويق بس اللعبة بس كده ممكن بس يعني يزود مثلا شوية على الناس اللي هي مش بتشارك اه لما بتلعب لكن الناس اللي دايما بتشارك فاكرا انت كابتن اسلام كان مثلا مستر مانو الناس اللي بتشارك بتعمل حاجات خفيفة كده وبتطلع تعمل ركوه بس دا كانت تان يوم المباراة يعني انها غالبا كانت الفترة دي برضو بتلعب كل تلات اربعة ايام مباراة كنا كده اه نفس الناف كانت تاني يوم المباراة الصبح مثلا تلاقي مجموعة بتتمرن بدني وقوية جدا اللي ما شاركوش بك اللي ما شاركوش بك ده لازم يزود لكن بعد كده بيبقى تمرين واحد بيبقى تمرين واحد بس ليه دايما بيعمل كده عشان الناس اللي ما بتشاركش تبقى دايما في نفس الفورمة مع الناس اللي بتشارك او قريبة عشان لو حتى احتاج حد في تغييرات في حاجة حد اللي قدر الله تصاب حد توقف بتلاقي دايما اللي موجود لكن ما ينفعش كله يعمل الريكوفر الروتشن مهم جدا في مثل هذه الظروف مهم بس مش يعني مش بكترة ما ينفعش اعمل اشيل مثلا خمسة ستة من الناس كلها من الفرقة ولعب ناس يعني بيبقى صعبة او ممكن اعمل روتشن مثلا في واحد اتنين اكتر ناس مثلا مجهدة يعني مثلا ممكن مباراة المقصة دي الراجل يفكر مثلا واحد زي عمرو السلية واحد زي حمدي فتحي الناس اللي هي جاية من كسر مدعم كابتشارك حمد عب مينعم وليهم البدائل اللي موجودة كويس فاهم يا كابتن لكن ما ينفعش لانا رح شايل ست سبع لعيبة مرة واحدة بتحس اللي انت بتقطم الفرقة فلكن ممكن ايو بس خلي بالك انت يعني لو كلمنا بهذا المنطق برضو نادي الاهلي في اولى مبارياته امام مونتريل مكسيكي في كاس العالم الاندية كان فقد اربعتاشر لاعب ما هو ده مثل نادي الاهلي بقى تمامنا كابتن الفرقة الكبيرة اللي زي نادي الاهلي بيبقى دايما عنده تلاتين لعيب جاهزين هو كمدير فني بيبقى مجهز كل الناس الناس زي ما حضراتك بتقول كده اول مباراة في كاس العالم لا ادوا بشكل كويس رغم العدد النارس ده كله فهو دلوقتي مسلماني خلاص عارف اللي هو ماسك نادي كبير وفرقة كبيرة فعندي من البدائل اللي انا النهاردة ممكن اشيل اي حد ولعب اي حد الموضوع عادي يعني مش هيبقى فيها قلق شوية فالموضوع هيبقى سهل بالنسبة له انا اعتقد لكن برضو مع ذلك اللي بطولة الدوري برضو حاجة مهمة انا مش بلعب بطولة اي كلام اللي بحيس اللي انا اللي لو تعادلت او خصرت لا احنا ما بنضيعش نقطة خصوصا في ظل تعادل الاخير للمنافس النادي الزمالك اه طبعا قبل البرامتز برضو تعادل وبالتالي انت كده من بدل الامور بتبقى لطيفة تبقى احسن يعني لو انا خدت مبارات المقاصة اكيد انا بضيف للنادي الاهلي ثلاث نقط بيبقوا مهمين في مشواري وبعدين نفسيا كمانا كابتن اسلام لما خش على افريقيا وانا كسبان لا الموضوع بيختلف غير لقدر انا ما بتخش وانت متعادل واننا شوفنا فريد المنافس مثلا اتعادل او خسر من سموحها بعدين راح رايح على مبارات بارح فدايما المكسبة كابتن اسلام بيجيب مكسب فبتبقى حاجة كويسة اللي انت ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي في مبارات المقاصة يكسب يروح دخل على صانداونز عنده هنا في القايرة يكسب فبالتالي المكسب دايما بيجيب مكسب يجيب مكسب على الجانب الاخر برضو واحنا بنتكلم عن مبارات المقاصة مقاصة فريق جديد بيعتبر يحقني فريق جديد بمعنى ان معظم اللاعبين اللي كانوا موجودين في المقاصة مشوا حتى تامر مصطفى مدير فني صغير في السن وجديد كان اول مرة يمسك كمدير فني في الدولة الممتاز بتعتبرها مباراة صعبة مباراة سهلة مباراة تعتبرها ايه؟ بس هو كابتن المقاصة انا شايف بيقدوا يعني في ظل اللي هما الامكانيات دلوقتي المحدودة اللي هما ماشيين بيها وظل اللي هما برضو ما عندهمش نجوم كتار في الفرقة مفيش اسماء برضو كتيرة في الفرقة لكن برضو بيقدوا بشكل كويس كابتن تامر بحقيقيه طبعا عامل نتائج كويسة في ظل الظروف اللي هو بيتعامل فيها المحدودة كماديا يعني الامكانيات فانا بحقيقي اللي هو ماشي في ظل الظروف دي بس ماشي على اقل كويس هو أمل المقاصة اللي هو يقعد في الدوري يعني في ظل الظروف اللي ماشي بقى دي اللي هو يقعد في الدوري طبعا بعيد عن المناس هيقاتل طبعا اه طبعا هيقاتل طبعا كلنا شايفين كل الفرق عامل زاي شايفين فارقه عامل ازاي رغم اللي هو لسه طالة بس دعم كلنا شايفين فيوتشر لسه طالة بس دعم هي دلوقتي الكرة كده كابتن اسلام بتصرف بتجيب لعيبة لا الموضوع بيختلف فبتعد وبترتاح فانا شايف بالنسبة لمبارات المقاصة لا النادي الاهلي علي اللي هو يحترم فارقه المقاصة مهما كان اسم كبير فريق مش جديد على الدوري العام وده ميزة النادي الاهلي دايما اللي هو بيحترم اي منافس بيلعبه ايا كان هو مين عشان الكرة بقى مفهاش يا كابتن اسلام انت عارف يعني يعني عدم الاحترام ممكن اي فرقة تكسب يوديك في حيطة تاني فالنادي الاهلي علي اللي هو يحترم فارقه المقاصة ودايما أي فرقة كابتن إسلام بتلاعب النادي الأهلي بتبع حطها في دماغها اللي عايز يعمل أحسن مبارا في الدنيا الناس كلها بتتفرج ممكن النادي الأهلي في يوم الأيام يفوضني يخدني فاللعيبة دايما لو بيلعب بخمسة من عشرة لا عايز يلعب بعشرة من عشرة قدام النادي الأهلي فدايما بتلاعي اللعيبة بتتحمس قدام النادي الأهلي للشهرة للتلميع كل اللعيبة بتبع عايزها تلمع نفسها قدام النادي الأهلي ممكن المباراة دي تؤدي لي منتخب مصر ممكن المباراة دي تخلي النادي أهلي بعد كده يفكر له يجبني فكل اللعيبة بتبذل مجهود مضاعف عن مجهوده عشان يطلع بشكل كويس فعلى النادي دي هو يحترم النادي المقصة وإن شاء الله بإذن الله يكسب التلاتة بونت بالمناسبة وحنا بنتكلم عن الدوري العام قبل من سيب منطقة الدوري العام هناك عدد كبير من الإقالات والاستقالات حصلت في 8-9 أسابيع إيه رأيك في هذه ده طبيعي هنا في مصر طبيعي في مصر أنا أتكلم في مصر لكن كلنا ما بنشوفش الكلام ده بيحصل في الدوريات الأوروبية لكن إحنا هنا عندنا المدرب ماتش التاني تلاقيه يروح النادي دي كان غريبة كمان مؤخرا يعني آخر حد مشي كان براون المدير الفاني الإسماعيلي أنا بصراحة كابتان إسلامي يعني الإسماعيلي فريق كبير والإسماعيلي كيان كبير وأنا لفتر الفاتدي دي بحكم اللي أنا كنت مسك نادي الشيو هذا فأنا كنت عايش في إسماعيلية الشعب جميل وطبعا حضراتك يعني أكتر مني طبعا يعني عارف فالناس محترمة جدا وبتحب النادي جدا فالوضع اللي فيه نادي الإسماعيلي أي حد أهلاوي زمالكاوي أي حد نادي الإسماعيلي مهما كان اسم كبير ماينفعش الظروف اللي هو بيمر بيها فعلى اللعيبة اللي هي لازم دارة لسه جاية جديدة طبعا لازم تصلح الدنيا فلو ما كانتش لحقة الموقف بدري كان ممكن الإسماعيلي يروح حتى أنا مع هذا الأمر أنا مع هذا الأمر عشان الموضوع وصل باقا الكابتن اللي هو بقى بالزيادة يعني طول عمرنا مش داي نادي الإسماعيلي أول مرة أشوف نادي الإسماعيلي من ساعة مالواحد تلك العب كرة في الموقف ده طول عمرنا بنادي الإسماعيلي enrich في السماعيلي لا انت بتروح تلعب نادي الإسماعيلي في السماعليا بتتمتع بتبقى شايل هم المباراة اللي خل يعني اهتمام زي أهلي وزم crabs اذهوا تلعب بتبقى شايل ههم المباراة النهاردة الإسماعيلي بقى أي حد ممكن يروح يكسب نادي إسماعيلي حتى في إسماعيلية فهل العب من إيه؟ فده دور الإدارة دلوقتي فالإدارة قالت لك لأ لازم نشوف موضوع مع المدرب أول حاجة حطت إيديها على المدرب أتمنى إن شاء الله هؤمن اللي جابه المدرب ده على فتحة هؤمن اللي جابهه بس هو راجل موفقش فهي الكرة كده يعني هي الكرة دايما أي مدير فينا كابتن هي الكرة على ميتنا جات اللي دايما بيمحضر شنطته يعني دايما يقول لك أي مدرب كرة دايما محضر عشان تقول أنت النهاردة موجود ممكن بعد الموتش بعد 90 ديات تكون برا النادي شكرا فهي الكرة كده هو المجال ده كده فهو الراجل ما كانش عنده توفيق يعني بيلعبوا كرة طول عمر الإسماعيلي وعنده لعبة على فكرة كويسة جدا وعندهم أسماء بس يعني هي وقفة معهم زي ما بنقول وقفة معهم خالص فأنا شايف اللي ده بالنسبة لنادي الإسماعيلي بالذات دون العلم ده كان لازم اللي هو يبقى فيه وقفة على كده تعيين حسني عبدالربو من وجهة نظرك يعني شفته إزاي حسني نجم كبير أنا مش عارف تعيين إيه الغاية دلوقتي أنا الغاية دلوقتي أصلا معرفش الكرار برده كابتان بس خلينا نتكلم لو خلاص الموضوع زي ما حضراك بتقول أكيد يعني حسني نجم كبير وليه شعبية كبيرة جدا في إسماعالية وأكيد هم برضو يعني رئيس النادي لما يجيب شخصية كبيرة زي حسني هو عارف أكيد جايبه عشان لما اللعيب برضو كابتان إسلام بيلقي رمز يعني لما مثلا بيلم الدنيا يعني بيلم الدنيا وبيلقي يعني النهاردة مثلا أي بعثة للنادي الأهلي أو في نهاية أو في أي حاجة بتلاقي كابتان محمود الخطيب أول المساندين بموجودة كابتان دي بتدي دفعة كبيرة جدا للعيبة لما بيلقوا كابتان محمود الخطيب الرمز الكبير موجود معاه ومطالع بكلنا بنشوف دايما الصور في الطيارة وبيسلم عليهم وبيستقابلوا ده الواحده بيدي حافز كبير جدا عند اللعيبة نفس الحكاية حسني عبد الربو لما يبقى موجود مع الأسماع طبعا في أسماع كبيرة طبعا عشان منساش حد لكن نحن منكلم على حسني لما حسني يبقى موجود أكيد ده هيدي دفع للفترة اللي جاية هيقدر يلم اللعيبة هيقدر يجتمع باللعيبة هيشوف فيه إيه غلط حسني لعيب كبير وعنده خبرات فهيشوف هيبقى قريب من اللعيبة وكمان خصوصا اللي سنه يعني قريب للعيبة حسني مش كبير حسني موليد 83 فحسني قريب من اللعيبة فيه ناس قد حسني لدواتي لسه بتلعب فحسني يعتبر يعني مقارب من اللعيبة دي فأنا شايف وجوده مهم بتمناله كل التوفيق اللي هو في الأول وفي الأخر يرجع مكانة الدرويش لما كانها الطويلة يا رب ان شاء الله لأن حسني الحقيقة من الناس اللي نتمنى نشوف اللي إسماعيلي الحقيقة دائما ما يكون فيه كداما كلنا بنقوله أهلي زي مالك إسماعيلي يعني دائما طول عمرنا بس أنا عايز برضو زي ما تكلمنا على الفرق دي يا كابتن عايزة شيد بقى بالفرق اللي ماشي كويس يعني بحقيق كابتن مجد عباطي جدا أنا لسه كنت عسألك بقى يعني من وجهة نظرك مين اللي شايفه حصان اسود في الدولي العام المصري عجبني فارقه جدا الصفاقات اللي عملها كابتن مجد عباطي فيه استقرار أنا لعبت في فارقه شوية مستر عز رئيس النادي رجل محترم جدا بيوفر كل حاجة لفريق كورة هم كان عندهم حتى هم في الدرجة التانية كان أمال هم كابتن استامل لهم يصعدوا فلما صعدوا عارف ايه جات لي بقى الفرصة فأنا مش هبخل على حاجة بالفرقة فدعم خلق جهاز الفني فيه دايما عندي يقولك اول ما بصعد بيروح مماشي الجهاز أنا مش معدي لا الراجل تعب الراجل هو اللي صعد بيهم هو اللي عارف الفرقة اه اي نعم دعموا وجابوا صفاقات وكلهم صفاقات خبرات في الدور الممتاز وماشيين كويس فهو ده الاستقرار عجبني او فيوتشر مع الكابتن علي ماهر طبعا الكابتن علي ماهر مهما لوحد يتكلم عليه أنا بحبه جدا كنحية فنية على المستوى الشخصي ماشي بشكل كويس فأنا بعتبر فارقه وفيوتشر هم دول الحصوان الأسود بتاع الدور العام يعني عجبني بقى الفترة الأخيرة كمان المحلة محلة غاز المحلة مع باسيوني مع كابتن باسيوني ماشيين بشكل كويس روح اللعيبة في الملعب يعني بتأدي بشكل رجولي جدا كنا دايما كابتن اسلام ما تهزوش من رحيل عودة لا ما تهزوش كابتن باسيوني كمان عنده حتة الدافع والحماس والروح دي أنا اتمرنت معاه فعرفه فأكيد نقالها للولاد فاللعيبة ماشاء الله أول مبارتين ثلاثة لكابتن باسيوني رحوا كسبانين هي المبارة الأخيرة بس اللي اتعادلوا مع المقولين وفي كاسر ربطة ماشيين بشكل كويس حتى جمهورهم فرحان بيهم كنا دايما السنين اللي فاتت دي دايما بنشوف غاز المحلة دايما بيسرع الهبوط دايما تلاقي في المؤخرة في الجاد وقال لا السنة دي بيقدي بشكل كويس فده أعتقد إنجاز ومبروك لنادي المحلة الروح اللعيبة بتلعب بها شرقيل الدخان حتى الآن لم يعلن عن نفسه لا طبيعي يعني أنا ما ذكرتش شرقيل الدخان عشان غير فارقه وفيوتشر دول كنا بنكلم في التدعمات أول ما صعده دول مع احترامي ما جابوش حد برضو الدرجة التانية لعبة الدرجة التانية كابتن إسلام غير الدور الممتاز الدور الممتاز ده قصة تانية خالص لازم أجيب حتى لو أنت هتحافظ على الكون الأساسي بتاعك لازم تجيب لعيبة خبرات لعبه وما ينفعش أطلع بكل لعيبة الدرجة التانية فما جابوش حد حتى لما عملوا نتائج سيئة وبقوا في آخر الجدول لما حبوا الناس في الإدارة تفوق أو تبدأ تفكر الموضوع هيبقى صعب وهننزل تاني بدأوا يدعموا في يناير طبعا أنت لما دعمت في يناير برضو ما جبتش حد تقيل مع احترامي لكل الناس اللي جات لما يجيبوا أنا سمعت مرة تقريبا كابتان علاء بيتكلم على عب عال بيتكلم بيقول احنا دعمنا في 15 و 20 لعيب طب ميء مع احترامي هل اللعيبة دي هتسد مع عنديت الدور الممتاز لا كل مرحلة يا كابتان استامل ليها لعبتها كل درجة ليها لعبتها الدور الممتاز غير الممتاز به الممتاز به غير الدرجة التالتة كل نادي عايز يصعد بيشوف المرحلة اللي بعده بتحتاج إيه ولازم أجيبها لو بخلت الكرة دلوقتي بقت كده بقيت بيزنس بقيت فلوس لو بخلت على فرقتي هنزل فأنا بقول من دلوقتي ما احترامي لكل الصفقات اللي الشارية الدخان جابها لكن أنا متوقع لشارية الدخان أول الهبطية هو نادي كبير وكل حاجة وتعب على المصعد بس هو ما دعمش بشكل كويس فما عملش المطلوب منه ما قلت بادلي بس دايما كابتان الجاوب ببقى من عنوانه عنده كم نقطة وماتشته اللي جاي هيلعب مين فبرضه كلها صعبة يعني فاهمة كابتان هيلعب إسماعيلي وهيلعب أهلي وهيلعب زمالك فالموضوع صعب هيلعب فيوتشر اللي فاي هيلعب فاركو اللي فاي غز المحلة النهاردة بنتكلم عليه دوري السنة دي كله صعب مش سهل لا مش سهل اللي مش هيركز والنصح اللي زي ما بنقول لكابتان بيجمع نقط بدري اللي بيجمع نقط بدري بيرتح في الآخر لكن مثلا الشارية الدخان نهاردة لو تكلمنا ما جمعش نقط عكس فاركو فاركو النهاردة مثلا بتلاقيه سادس بتلاقيه سابع الدوري فحتى لما فيه فترة مثلا وارد يقع لما يخسر من أهلي لما يخسر من زمالك وده طبيعي هتلاقي برضو هيبقى مش هزة كبيرة فيه أوقات هزة تنزلك لتحت خالص وفيه أوقات هزة اللي هي بيقوله ايه دي هزة في نص الجدول تمسكوا بالمدرب بمجد عبد العطي يعني بعد بخسر أول ثلاث ماتشات واربع استقال لا هم قالوا له كم وبعدها إيه اللي حصل كسب ومشي بشكل كويس هو ده الاستقرار لكن الموضوع في شارعات دخل أعتقد له هايبقى صعب ما قولين العرب مع عودة هل فيه شكل مختلف ولا هي أنا بحث نفس النتائج اللي كانت مع عماد النحاة ما فيش تغيير كبير يعني كابتن عماد طبعا نجم كبير وأخويا كبير وكابتن محمد عودة الراجل محترم لكن أنا شايف اللي ما فيش يعني ما فيش إضافة عالية يعني ما شفناش ضجة قوي ما شفناش حالة حتى اللعيبة في الملعب الأداء يمكننا آخر مرة كنت بحل المباراة للمولين في إحدى القناوات برضو قلت نفس الكلام ما فيش يعني ما فيش الواو بعد كابتن عماد لا يعني ما شفناش الأمور عادية يعني الاتنين يعتبروا واحد ما فيش مشاكل امبي ماشي بشكل جيد أعتقد في وسط الجدول مع كابتن حلمي الدنيا يعني طول عمر امبي عارفة كابتن طول عمر امبي حتى وإحنا بنلعب مع اختلاف الأجيال طبعا امبي دايما ايه تلاقيه هو راضي بالخامس راضي بالمركز السادس لو دخل المربع فترة تلاقيه لا هو بيروح راجع مركزين ثلاثة فهو دايما امبي ايه هو عارف مكانه فين نادي كبير وعنده بيجيب لعيبة كويسة وعنده امكانيات مادية شركة طبعا محترمة وعندهم استقرار ودي اهم حاجة في الكورة فهم عارفين عايزين ايه عارف يا كابتن انت لما بتبقى بتبني بفريق في بداية الموسم او بتعد فريق ببدأ الفاضي انت عارف انت عايز ايه عايز اقعد في نص الجدول عايز ابقى في المربع عايز ااخد دوري عايز انافس فهو انبي عارف طموحه ايه وعارف خطته اللي ماشي عليه ايه وبالتالي كابتن حلمي طولان بيبقى بيقعد مع الادارة ودي ميزة في الكابتن حلمي فعارف دنياتهم ايه وبيبقى ماشي على نفس النهج بتاعهم فهم يا كابتن فقال الراجل راضي بالموقف اللي هو فيه وانا شايف اللي ده حاجة كويسة طبعا سموحه مع احمد سامي بشكل مختلف لأ انا نجي نتكلم بقى على سموحه لأ شابول الكابتن احمد سامي بحي القابتن احمد سامي من المدربين المحترمين الشاطرين جدا بيذكر دايما بحي هاني العجيزي اخويق وحبيبي بحي سلاح امين بحي القابتن احمد ناجي طبعا عمل شغل κويس قوي مع الهاني سليمان وده باين في مستوى الهاني سليمان لأ سموحه بشكل عام لأ بدلوقتي كل الفرق بتخاف منه وبتعمله ألف حساب والفرق الكبير وشفنا كلنا المباراة الأخيرة معنات زمالك أداء ونتيجة وما فيش رهبة عند اللعيبة لا الكابتن أحمد سامي يديهم ثقة كبيرة جدا وأنا كابتن إسلام كمان هتتترك لنقطة اللي أنا هبقى زعلان لو كابتن أحمد سامي مشي الفترة الأخيرة دي في السوشيال ميديا والأخبار وكده يعني تردد اللي كابتن أحمد سامي ممكن يمشي وجايله كذا عارض أنا شايف اللي لو كابتن أحمد سامي مشي من سموحها سموحها يعني هيبقى مستوى غير دلوقتي لكن الاستقرار اللي هم فيه دلوقتي أعتقد ده نتيجة جهاز فني محترم شغالين في هدوء ما بنسمعش مشاكل ما بنسمعش مثلا ليوم مكافئات ليوم مستحاقات ما بنسمعش دوشة عارف فيه فرة كده تلاقيه ايه ماشي جنب الحيط بتعمل في صمت فاهم يا كابتن لكن ترشيح أحمد سامي للمتخب الأولمبي اللي احنا سمعناه أنا عارف اللي ترشيح يا كابتن أحمد سامي المنتخب أنا بتكلم طبعا المنتخب أي منتخب ده منتخبات الوطنية كلها على دماغنا يعني محدش يقدر يتأخر بس هاي بتكلم عليه سموحة نفسها اللي هو يوم ما يمشي ممكن يحصل هزة في سموحة فاهم يا كابتن فوجود الاستقرار اللي موجود ده لو فضلوا ماشيين عليه كده لا سموحة تبقى في حتة تانية كان ممكن يبقى أفضل من كده في النتائج كانوا الفترة الأخيرة قبل كابتن إيهاب جلاي ماشي في الاتحاد في الكمفترينيات ماشي قويس كذبوا كذبوا النهاردة اثنين لا هما يعني هنا بقى اللي كنا بنقول ايه زي بين الكابتن عماد والكابتن محمد عودة لا انا شايف الكابتن هاب جليل لما مسك برامز لا في نقلة في نقلة في اللعيبة في احترام كبير جدا عارفين نيمة المدرب تحس المدرب اللي قبل كده الأجنابي اللي كان مسكهم لا اللعيبة مش في دماغها اللعيبة ما شاء الله طبعا فيه إمكانيات عالية جدا بيتوفر لهم لبن العصفور هناك عقود عالية جدا أقوى يعني في عقود أكتر من أندية كبيرة في الدوري فكلهم نجوم كلهم لعيبة دوليين لقابوا في منتخب مصر يعني ده منتخب أنا دايما بسمي فريق برامز باللعيبة اللي فيه لا دول ده منتخب مش نادي فلما يجي لهم حد بحجم الكابتن هاب جلال شخصية محترمة وبيعرف يتعامل نفسين كويسة قوي مع اللعيبة وعنده شخصية كمان مع اللعيبة أمتى بيهزر أمتى ما بيهزرش أمتى بيركز فأنا شايف فيه اختلاف مع كابتن هاب جلال في برامز وأنا متوقع لبرامز في الدوري كمان هيبقى الموضوع محترمة مين الأقرب للدوري السنة دي؟ لا احنا بص مهما نتكلم يا كابتن لا يعني ما هيفضل الأهلي وزمالك هما دايما يعني أنا كنت أتمنى لي يبقى فيه دايما الفرق الشعبية تيجي واللي عندهم جماهيرية ونفسنا بقى نوصل زي الدوريات اللي بره ما تعرفش مين اللي هيقوا الدوري لكن سيظل النادي الأهلي هو بطل الدوري أنا متوقع والنادي الأهلي مش هيفرط في الدوري فدايما الأهلي وزمالك هما النفس الطويل زي ما بيقولون دايما فيه فرق كابتن ايه تكسر الدنيا وبعدين ييجي ايه في الاسبوع مثلا العاشر الحداشر في الدوري شكرا بتلاقي ايه يبدأ ايه يرجع الوراء كذبت اول ثلاث ماتشاط وبعد كده راحوا فين نزلوا نزلوا دايما نشوفنا المحلة وقت فترة من الفترات بيبقوا مثلا أول تاني تلاقي الناس كلها بعد كده بتلاقي فين ثامن وتاسع وعاشر النفس الطويل الدوري عايز النفس الطويل فدايما تلاقي الأهلي زمالك الفرق الكبيرة الإسماعيلي لما بيرجع الفرق الكبيرة دي هي اللي هتوصل فانا شايف يعني اهلي زمالك بيرامدز السنادي ف لكن طبعا سيظل النادي الاهلي بطل الدوري يا رب دائما يظل النادي الاهلي بطل الدوري خلالنا نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل بقى شوية ذكريات كده مع النجم معتزين لو حاسأل اينو احلى جون جبته ايه وانت بتلعب مع النادي الاهلي احلى جون جبته ايه الزمالك بقى اه لا عسى جون الزمالك تقريبا انا كنت بلعب وطلعت تقريبا ماتش السوبر عسى بص دائما كابتن اللي يجيب هدف يعني في ماتشات الكمة هي دي اللي بتفضل دائما في الازهان فالناس دائما ما بتنساش حتى لغاية دلوقتي في مبارات الاهلي والزمالك اللي دائما بتيجي دائما في الستوديوهات ودائما بتطعارد دائما بيجيبهم مبارات الكمة فدايما تلاقيه ابقى قاعد مثلا كده بتفرج مثلا بستاني الماتش الاهلي مثلا الكمة تقول ايالك بقى انا اللي جايبك اه فتلاقيهم مثلا ايه فجأة كده ايه ايه الاقي جون بيتعرض من ضمن فدايما هو ده اللي بيفضل في الازهان عند الناس دائما بتفتكره غير بقى الحمد لله اللي هو جن حلوي يعني شكله حلوي قبل المطش ده اينو انت نزلت تيقلي ولا كنت بتلعب انا كنت راجع من اصابة كنت مصاب وكان مستر مانول ما كانش بيلعبني الفترة دي وبدأ يديني واحدة واحدة فاحنا كان الكابتان احمد حسن جاب جن وبعدين انا جبت الجن التاني جن المكسب يعني حمد لله بس كان كمان هو مسته اللي هو جن شكله حلوي وعالطاير وما كانش متوقع كله متعود اللي هي ايه وهي نزلة هتوقف فانا خدتها على طول فرسطايم وفي وقت قاتل كانش قاصده ماشي لا لا ده انا ما كنتش بعمل اللذي اللذي بس اه ده انا انا في حياتي كلها معروف اللي ينو الشوت دايما كان كل واحد يعني كابتان اسلام مثلا معروف اللي كان الكروس بتاعه مثلا بيجي مزبوط على رأس الفروت في واحد مثلا دايما تلاقي ايه مهاري بطريقة مهاري واحد مثلا سريع بتلعب له في المساحات واحد شويت فانا الحمدله كنت يعني متعود اللي انا بشوت كتير و بجيب كل اهداف يعني انا كنت بلعب في نص الملعب وهاف دفندر بس اللي فرق معاي انا عن لعبت النص الملعب اللي انا كنت عندي الحتة الشوت الشوت كويس وكان ربنا بيوفقني فيها فجيب احراصت اهداف كتيرة يعني اكتر اتنين دفندرات مثلا جابوا اهداف كنت انا وحسني عبدالربو مثلا اعتقد يعني كده فعشان حسني كن عنده حوت الشوت وإينو كان عنده حد شوت. النهاردة ما عادش حد بيشوت. وانا حزين. في الدورة. وكابتان أحمد حسن طبعا. ايه وكابتان أحمد حسن. بس كابتان أحمد حسن انت عارف عشان على طول الكوركت بتبقى في رجله. كورة بتاعته. الكورة بتاعته. يعني احنا كنا بنلعب بكورة وهو كب نلعب بكورة. كلامك صحيح. خلينا نشوف كلام إينو. هل الناس فاكرة لسه كونده ولا لا نتلع نشوف الكلام ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني حياتك كلها عندك صورة مع ميسي. انت كده تبطل. يعني عارف اللي هو إيه. لا والكبري اللي خدت كبري منه كمان. انت اللي خدت كبري. انا حريته ضرب فهو راح معاقبني. عاقبني بإيه راح ميديني كبري. عملت معي إيه انت صحيح الماتش ده. لا انا اصلا في المحاضرة من اول ماتش. لما كابتن حسان بدري هو بيقول التشكيل. فقال لي انت هتمسك ميسي. فطبعا اللي يقول لا انا همسك ميسي. احسن لعب في العالم. ده انا بس اتمنى. وكان لسه صغير كمان. ده كان لسه اوه ده ما بيكبرش هو طرو عمره صغير. فطب انا تمسكه ازاي ده. فحسام عشور كان قاد جنبي. قال لي احسن حاجة عدو اضرب فيه. فطبعا عدت افكر هتعمل ايه ما اصداده هتوقفه ازاي. ده كل كرة وبعدين سريع. فانت كل كرة بقيت اضربه. كل كرة بقيت اضربه. انا اللقاص دعم الفاول لدرجة هو فيه مرة. الصورة اللي دايما بتنزل تريند على السوشيال ميديا اللي انا وانا رايح بزعق له كان في الارضلية. هو كمل فيها. يعني هو كمل فيها. خلاص بقى تخنق بقى درجة متأمن عليه بملايين الملايين. فانت مين ايه عشان تضربني كده. ممكن كنت اعوره. بس انا مش بضربه يعني. انت عايز تاخد الكرة. اه. بس على الاقل لا اوقفه. يعني انا عايز بس ايه اوقفه. اقل لكش حاجة كده. فانا رحت له بقى قلت له. بس كده. بس رح بعدها على طول رح معاكبني ورح مديني كبري. وخلي بالك. ده وسام على سدري. كبري ميسي ده. يعني لما ميسي. انا على فكرة بعد الماتش رحت تصورت معا. اه. انا بعد الماتش رحت تصورت معا. بس اللعيبة كلها كانت مستنيت شرت بتاعه. بس هو روح يعني. اطلع من الملعب كان مخنوق بعد الماتش. مخنوق ليه. مخنوق من الضرب. من الضرب بس. 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 طبعا ميسي نجم كبير. يعني شرف ليه اللي انا طبعا لعبت معاه في يوم الايام. وسيظل هو حصل لعب في العالم يعني. لا لا طبعا طبعا. ده حكاية طبعا. هتعمل معا اي واحد زي ده هتعمل معايا كابتو حسام قال لك يمسك وخلاص بقى. لا وبركات بقى من بعيد. بركات كان قاد بعيد عني شوية. قال لي ده بس. هينفوخك. ده بالله. هتعمل بركات بقى كم من بعيد. عمال بقى ايه عارف يغزني بقى. أبرز ذكرياتك مع مانو الجوزي مع بعركات مع ابو تريكا مع جمعة. معاك انت شخصية. لا انت عارف يا كابتو نسان طبعا. كانت المعسكرات بتبع عاملة ازاي. وكل اللي بيحصل في القوض. والناس كلها يمكن يعرف احنا. ايه اللي كن بيحصل. الله محدش عارف. انا معرفش. انت متعرفش اللي كن بيحصل. ليش دعوة. بلاش اقول عليه. بلاش اللي كن بيحصل في قوضتنا. اللي كن بيحصل في قوضت كنتم. احنا كنا بالنام بدري. ايه صح. من الساعة سبعة. سبعة اه. هكلم احمد السيد دلوقتي يقول. لا يعني بيبقى انت عارف المعسكرات والسفريات بتبقى لازم تعدي الفترة دي. فبنهزر بنتجه بقى للالعاب. بنجيب اكل. يعني بنعمل حاجات كتيرة. بس احنا كان الشلة بتاعتنا كانت اوفر شوية. مين بقى؟ يعني احنا في مرة من كتر ريزار كسرنا الفون. انت كنت بتقول له هنا دي اللي بتقول له وط وط. دي هو بقى ايه بعد ما وقع. فراح مكمل فيها روح ترجع له بقى. انا برضو كنت عايزة اخد اللقطة. سلام عليك. كنت عايزة اخد اللقطة. لا وانت عارف كمان انا كوي جمد في الانجليزي. طبعا. طبعا. فانا راح ترجع. الوحيدة. الحاجة الوحيدة اللي عارفها وط. فقلت له وط. طبعا كنت انا وحسام عشقور. ومحمد سمير دلوقتي مدافع الماولين. واحمد عادل. واحمد صديق. وشديد. واحمد السيد. يعني كل الناس العجيزي. كل الناس دي يعني كنا بنعمل حاجات يعني حلوة. وبيحترام برضو. بس مش في كل قوان. انت عملت فصلي عشان انت اكتر واحد عارف. فكانت الامور بتعدي يعني. مش لازم ما نخش اختفصلي. كم بتعدي. اه كان بتعدي. خلال. يعني اي الفرق او اي الفرق منو الجزي عن اي مدير فني تاني. شخصية. بيعرف يتعامل مع اللعيبة ازاي. عارف امتى بينزلك. انا في مرة. يعني اتذكر كنت راجع برضو من اصابة. وكان وزني زايد. وما كنتش بلعب خالص. من الروباط الصليبي. لما سفرت المانيا وعملت الروباط الصليبي ورجعت. فان كنتش بلعب خالص. فكنت بعيد عن دماغه. يعني الفرق ماشية كويس وكان بتكسب. ففجأة راح ملعبني. ماتش الزا مالك واحد سفر. تعفلا فيو. في استاد الكايرا. فانت قاعد في المحاضرة حتى. ما كانش مباين قبلها في التمرين. ففجأة راحت. لقيت نفسي في التشكيل. حتى انا قلت ده تلغبط يعني. اول الله انا افتكرت تلغبط. نزلت عملت حسن ماتش. وكسبنا واحد سفر. فهو عارف امتى بياخد منك مستوى قويس. عارف بيتعامل مع اللعيبة كبيرة ازاي. عارف امتى بيهزر. عارف امتى بيقفش. عارف امتى بيخليك تطلع كل عنده. ويا ولك بقى لو عمل ماتش وحش. فاكر انت توقف ورا كنت استخبك. هم بيجيبك برده. هيجيبك برده. هيجيبك هيجيبك. لو واحد عمل ماتش. توقف ورا اللعيبة كده. بس هيجيبك هيجيبك. هو بيبقى جاي مرتب. يعني أنت تبقى جاي أصل التمرين هو جاي من مرة واحد إسلام 2-0 الإسلام مساء 2-0 هو أول ما يقول 0-0 أنا مرة خدت 2-0 كلنا حتى أبو تريكا خد أبو تريكا مرة فهو كان بس أنا يعني كوني اللي يتعامل مع الجلدة والأسماء دي يعني لما تتكلم كابتن إسلام الشاطر أحمد فتحي أبو تريكا جلبرتو بركات وقل جمعة الحضري إينو حسام عشور محمد شوقي عماد متعب لا يعني عتاولة محمد ناجي جده شادي محمد حسام غالي حسام غالي لا يعني الموضوع يا كابتن كان أنيس بو جلبان معنا حسن مصطفى لا يعني جيل الناس اللي برا كان فيه ثلاث فرق يا كابتن فاكر أنت يعني ما يقول له سكور الناس اللي برا للمعسكر فرقة تانية تلعب عادي جدا تلعب عادي جدا فكون اللي هو كان مسيطر على المجموعة دي كلها واللعيبة راضية حتى الناس اللي بتبقى برا مع عمرنا ما شوفنا واحد عمل مشكلة عمرنا ما شوفنا واحد شوح ولا اعترض ولا طلعا في السوشيال ميديا ولا في إعلام تكلم فكون اللي انت عامل يعني اللعيبة دي كلها لاممها كده حواليك لا ده نجاح طبعا إنو شرفت ونوارتو سعيد جدا بتواجدك معايا النهاردة وإن شاء الله يعني تروح للي انت عايزه وتعمل اللي انت عايزه خلال الفتر القديم ربنا خليك كابتن وشرف ليه طبعا لما موجود مع حضرتك وانت كنت وحشني جدا على فكرة انت عايف انت خواتك كبير وبتمنى لك كل التوفيق بباسعيد لنا دايما بتفرج عليك على فكرة وبباسعيد بيك دايما باشكر كل فريق الاعداد سعيد لنا موجود في قناتي في قناة النادي الاهلي قناتناك كبيرة وبيتناك كبير بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تكرر تاني وبتمنى لنا ما كنش ضيف تقيل على المشاهدين انت كنت ضيف خفيف جدا جدا على جمهور النادي الاهلي ان كل جمهور النادي الاهلي بيحبك انا بشكرك شكرا جزيلا النجم معتز اينو كان في ضيافة البيت الكبير النهاردة وكان عادل حقيقة كل اسرار عندنا اسرار كتيرة جدا بس ان شاء الله نجيبه حلقات قادمة يحكي لنا بقية الاسرار وإيه اللي كان دايما بيحصل انا باشكر حضرتك شكرا جزيلا ان شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير ما تنسوش ان بكرة بنبقى او بيبدأ البيت الكبير في تمام الساعة 11 اشكركم واشوفكم على خير